موسيقى موجز العاشرة صباحا ياتيكم من الجزائرية الدولية أهلا بكم والبداية من الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات خرجت في الضفة الغربية المحتلة منددة بالاعتداءات والاستفزازات الصهيونية فيما شارك آلاف الفلسطينيين الجمعة في مسيرة شمال غزة رفضا لانتهاكات الاحتلال في الضفة القدس والمسجد الأقصى في بريطانيا نال وزير الخزانة البريطانية سابق ريشي سوناك أمسن الجمعة الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد استقالة رئيسة الوزراء ليسترس وفق ما أفاد نواب مؤيد وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حال فشل منافسيها بيني موردنت وبوريس جونسون في مسعاهما لنيل مائة ترشيح من زملائهم المحافظين في البرلمان في الصين اختتم اليوم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي بعد اجتماعات استمرت سبعة أيام ودع الرئيس الصيني شيجين بينغ في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين إلى ضرورة امتلاك جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر وقد وافق الحزب الشيوعي الصيني اليوم السبت على إجراء تعديلات على دستوره تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس جيشين بينغ داخل الحزب وذلك في ختام مؤتمره الذي يُعقد مرتين كل عشر سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول أمسن الجمعة من الرئيس الجمهورية السابق دونالد ترامب المثولة أمامها يوم الرابع عشر نوفمبر وفي بريد تم نشره أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر الداخل بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجرها في السادس من جنوبي سنة 2021 وجاء في رسالة رئيس اللجنة بيني تومسون ونائبة الرئيس ليز تشيني إلى ترامب ندرك أن إصدار أمر استدعاء لرئيس سابق هو إجراء مهم وتاريخية ونحن لا نتعامل مع هذا الإجراء باستخفاف نبقى في الولايات المتحدة حيث أشر بيان صادر عن المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر جاء فيه أن وزيراء دفاع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تواصلا هاتفيا للمرة الأولى منذ شهر ماي الماضي وللمرة الثانية بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وجاء في البيان أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن شدد خلال حديثه مع نظيره الروسي سيرجي شويغو أقول على أهمية الحفاظ على قنوات التواصل بين البلدين في خضم الحرب المستعرة في أوكرانيا منع الرئيس الوزراء الباكستاني سابق عمران خان الجمعة من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات حسب ما أعلن محاميه بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ظل لمسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء توجوده في السلطة وقال المحامي جوهر خان إن لجنة الانتخابات في باكستان أعلنت أن عمران خان متورط في ممارسات فساد مشيرا إلى أنه سيطعن في ذلك أمام محكمة إسلام أباد العليا في الوقت الحالي ختم والموجز شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة